أعزائي طلاب بالصف الثاني عشر أدبي أهلاً لكم في المراجعة العامة الرابعة لمادة العلوم العامة سيتم اليوم استذكار مواضيع دروس الوحدة الثانية وهي الدرس الأول الرياضة والرئتان والدم الدرس الثاني الرياضة والهيكل العظمي أما الدرس الثالث بعنوان تحسين الأداء الرياضي غير المشروع لا بد أنك تتذكر عزيزي الطالب أن العضلات تقسم إلى ثلاث أنواع هي العضلات الملساء وهي لا إرادية الحركة والعضلات الهيكلية وهي إرادية الحركة أما العضلات القلبية فهي لا إرادية الحركة وبالاعتماد على ذلك فسر العبارة التالية تصنف عضلة الحجاب الحاجز على أنها عضلة لا إرادية بالرغم من أنها عضلة هيكلية أحسنت لأن الإنسان لا يحتاج إلى التفكير عند التنفس ولديه السيطرة الواعية على عملية التنفس نوعا ما فسر العبارة التالية لا تبدو الرئتان مثل بالونات فارغة إنهما أقرب إلى الإسفنج رائع إجابة سليمة ذلك لاحتوائهما على ملايين الأكياس الهوائية التي تسمى الحويصلات الهوائية والتي تشبه بالونات صغيرة ذات جدر رقيقة محاطة بأوعية دموية دقيقة ما أهمية التنفس الفعال أثناء ممارسة الرياضة؟ ممتاز يزيد التنفس الفعال من كمية الهواء التي تدخل إلى الرئة إلى أكثر من 100 لتر في الدقيقة في أثناء التمرينات القوية ما المقصود بنقص الأكسجة؟ ومتى تحدث هذه الحالة؟ نقص الأكسجة هي حالة خطيرة محتملة لا يوجد فيها ما يكفي من الأكسجين ليصل إلى أنسجة الأعضاء والعضلات وتحدث هذه الحالة عند اختلاف تركيز مركبات أخرى إلى جانب الأكسجين في الهواء الذي نتنفسه مثل أول أكسيد الكربون قارن بين الشرايين والأوردة كما في الجدول نوع الدم الذي تحمله جميع الشرايين تحمل دم محمل بالأكسجين إلا الشريان الرئوي فيحمل دم غير مؤكسج أما الأوردة فجميعها تحمل دم غير مؤكسج إلا الأوردة الرئوية فتحمل دما مؤكسجا من حيث اتجاه نقل الدم الشرايين تحمل الدم من القلب إلى أنسجة الجسم بينما الأوردة تحمل الدم من أنسجة الجسم إلى القلب عدد فوائد التدريب للجسم لا بد أنك تتذكر ذلك تقوية عضلة القلب خفض ضغط الدم تقليل خطر الإصابة بداية السكر من النوع الثاني وأخيراً إبطاء عمل الجهاز العصبي الذاتي ما هو الإريثروبويتين أو EPO؟ رائع هرمون بروتيني طبيعي أين ينتج الإريثروبويتين في الجسم؟ أحسنت من الكلية ما هو وظيفة الإريثروبويتين؟ أحسنت الإريثروبويتين طبيعي يعمل على تنظيم إنتاج خلايا دم الحمراء أما الصناعي فيستخدم لعلاج مرضى فقر الدم المرتبط بأمراض الكلة لماذا يحقن الرياضيون أنفسهم بEPO؟ رائع ذلك لزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء مما يعطي ميزة أداء مؤقتة مماثلة لعمليات نقل الدم الذاتي ما مخاطر استخدام EPO؟ أحسنت إجابة موفقة استخدام EPO يعمل على زيادة عدد خلايا الدم الحمراء وهذا يؤدي إلى زيادة كثافة الدم مما يزيد من صعوبة ضخ الدم إلى القلب فيزيد من خطر الإصابة بالجلطات الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية ما الفائدة التي يحصل عليها الرياضي عند التدريب في المرتفعات العالية؟ أحسنت تحتوي المناطق المرتفعة على هواء قليل الكثافة أي أكسوجين منخفض فينتج الجسم كميات أكبر من خلايا الدم الحمراء لتلبية احتياجات الجسم من الأكسوجين مما يعني نقل الأكسوجين أكثر للخلايا وإنتاج كميات أكبر من الطاقة لماذا يعتبر إجراء نقل الدم الذاتي غير مشروع؟ أحسنت لأنه يتم جمع الدم من الرياضي في أثناء التدريب في المرتفعات العالية وتخزينه ليتم نقل للرياضي مرة أخرى قبل المنافسة مما قد يعطي ميزة غير عادلة ما المقصود بالتعظم؟ رائع التعظم هي العملية التي تسمح بنمو العظام وشفائها كيف تحدث عملية التعظم؟ ممتاز تقوم الخلايا الهادمة للعظم بتكسير الأنسجة العظمية القديمة بينما تعمل الخلايا البانية للعظم على بناء عظم جديد متى تكون عملية التعظم أكبر ما يمكن؟ ممتاز ممتاز قبل سن خمس وعشرين سنة أذكر بعض التمارين الرياضية التي تقوي العظام سؤال سهل إجابة رائعة الجري على الأسطح المستوية صعود السلالم أو التسلق التلال ممارسة كرة القدم أو التنس القفز بالحبل تمارين يتم فيها رفع أوزان ثقيلة نوعا ما لابد أنك تتذكر هذا الشكل ننجيب الآن على الأسئلة التالية ما اسم التركيب A؟ رائع إنه الوتر ما اسم التركيب B؟ بالتأكيد إنه الرباط مما يتكون كل من التركيب A وB أحسنت من ألياف الكولاجين موظيفة كل من A وB الوتر يربط العضلات الهيكلية بالعظام ويعمل مع العضلات لنقل قوى الشد أما الرباط فيربط عظما بعظم آخر في منطقة المفصل ويحد من الحركة الزائدة حفاظا على أطرافك ومفاصلك حدد نوع المفاصل في كل مما يلي أحسنت المفاصل في الجمجمة مفاصل ليفية أما في العمود الفقري فهي ارتفاقية مفصل الحوض والركبة والكتف تعتبر من المفاصل الزلالية أحسنت هذا رائع ما نوع المفصل الزلالي A؟ أحسنت المفصل المحوري والمفصل B رائع إنه المفصل الرزي والمفصل C أحسنت إجابة موفقة إنه المفصل المسطح كيف تحافظ الرياضة على صحة المفصل الزلالي؟ أحسنت تزيد التمارين من سرعة الدورة الدموية التي تزود الغشاء الزلالي بالمزيد من الأكسجين والمغذيات وذلك للحفاظ على صحة جيدة للمفاصل حيث تدفع تمارين حمل الوزن بالسائل الزلالي إلى خارج الغدروف وتعيده متجدداً ومؤكسجاً إلى الغدروف عند إزالة الأوزان أحسنت بارك الله فيك عدد وظائف السائل الزلالي في المفصل رائع أولاً يساعد على حماية الجسم من العدوى والالتهابات ثانياً يزيد السائل الزلالي من نطاق الحركة كما ويعمل على منع جفاف الغدروف ما مسببات الإصابة الحادة المفاجئة المرتبطة بصدمة ما؟ أحسنت أولاً الأربط الممزقة من جراء الحركة المفلطة للمفصل ثانياً التأثير في المفصل في أثناء التصادم ثالثاً استمرار الضغط المفرط على المفصل بعد الشعور بالألم الأولي عدد مسببات الإصابات المزمنة التي تتراكم بمرور الوقت أحسنت أولاً الوزن الزائد والسمنة ثانياً تدريب وتطوير غير متساوي للعضلات ينتج قوى غير متوازينة على المفصل ثالثاً التدريب والممارسة الطويلة من دون وقت راحة كافي للمفصل ليصلح نفسه عدد الظروف التنكسية المرتبطة بالمفاصل أحسنت أولاً تآكل الغضروف المفصلي أو ما يسمى التهاب المفصل التنكسي ثانياً تفاعلات المناعة الذاتية التي تسبب الالتهاب أو ما يشار إليه بالتهاب المفاصل الروماتويدي ثالثاً انخفاض إنتاج السائل الزلالي الذي يؤدي إلى تليين أقل للمفصل والآن ما هي الحاجة لاستخدام الأدوية المحسنة للأداء؟ بارك الله فيك لأنها تعطي الرياضي أفضلية بدنية أو نفسية لتحسين الأداء المطلوب عدد الآثار الإيجابية لمادة الكافيين على الجسم أولاً ينشط الكافيين مناطق الدماغ والجهاز العصبي المركزي لتحسين الطاقة والتركيز ويقلل التعب ثانياً قد يؤثر الكافيين في قدرة الدماغ على تنشيط العضلات ثالثاً يساعد على تحرير الإبنيفرين أو ما يدعى بالأدرينالين وزيادة الأداء رابعاً يعزز الكافيين القدرة على التحمل عن طريق زيادة استهلاك الدهون لماذا يعد الكافيين ذو تأثير سلبي على الرياضي؟ على الرغم من وجود الآثار الإيجابية لهم ممتاز أحسنت للكافيين العديد من الآثار السلبية منها عدم القدرة على النوم بالإضافة إلى عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع معدلها أيضاً يعمل الكافيين على زيادة القلق العصبي كيف يقوم الكافيين بتحسين الطاقة والتركيز؟ سؤال سهل أحسنت من خلال تنشيط مناطق الدماغ والجهاز العصبي المركزي والآن حدد التأثير البيولوجي للمسكينات المخدرة بارك الله فيك تعمل المسكينات المخدرة على التقليل من قدرة الدماغ على الشعور بالألم من خلال منع نقل الإشارات الكيميائية اذكر أدوية صيدلانية تنتمي لعائلة المسكينات المخدرة المشتقة من الأفيون أحسنت إنها المورفين والفينتانيل ما المقصود بالمفاهيم العلمية التالية؟ الألم هذا سهل رائع الألم هو إشارة طبيعية تبلغ الدماغ بأن هناك خطر ما المسكينات المخدرة المسكينات المخدرة رائع أي دواء يعمل على تخفيف الألم؟ عدد الآثار الجانبية لاستخدام المواد الأفيونية أحسنت التخدير الدوخة الغثيان بالإضافة إلى القيء والإمساك والاكتئاب التنفسي أذكر طرق الكشف عن استخدام المواد الأفيونية رائع إجابة موفقة ذلك عن طريق اختبار كل من البول اللعاب الدم والشعر المقصود بمدرات البول أحسنت مدرات البول هي أدوية تزيد من طرد الماء والأملاح من الجسم في البول لماذا شرع استخدام مدرات البول؟ أحسنت للحد من ارتفاع ضغط الدم وللحد من الاستسقاء هذه الحالات يعتبر استخدام مدرات البول مشروع طبيا وقانونيا لماذا تعد مدرات البول ذات تأثير سلبي على الرغم من أهمية استخدامها لمرضى ضغط الدم وحالات الاستسقاء رائع لأنها تشمل عدة أثار جانبية منها الدوخة والصدع بالإضافة إلى زيادة نسبة السكر في الدم كما وتعمل على زيادة الكوليسترول بالإضافة إلى عدم انتظام ضربات القلب وقفح جلدي وإسهال احتمال حدوث فشل كلوي ماذا يطلق على الهرمون الذي يتأثر بحاصيرات بيتا؟ رائع إنه الإبينفرين أو ما يدعى بالأدرينالين ما وظيفة حاصيرات بيتا؟ أحسنت تمنع حاصيرات بيتا هرمون الإبينفرين من رفع معدل ضربات القلب وضغط الدم والآن لماذا تعد حاصيرات بيتا مهمة طبيا؟ رائع تستخدم حاصيرات بيتا لعلاج عدم انتظام ضربات القلب وعلاج الصدع النصفي بالإضافة إلى علاج القلق الاجتماعي كما وتستخدم لعلاج المياه الزرقاء لماذا تم حظر حاصيرات بيتا في سباقات السيارات والبلياردو والغولف وبعض رياضات التزلج على الجليد؟ أحسنت لأن هذه الألعاب الرياضية تتطلب القدرة على التحكم في الإجهاد النفسي وإثارة المنافسة وحاصيرات بيتا تعطي أفضلية اصطناعية غير عادلة في تلك القدرة اذكر الآثار الجانبية لحاصيرات بيتا النعاس والدوخة التعب والضعف نوبات الربو ماذا يطلق على المنظمة المسؤولة عن مكافحة الغش في تحسين الأداء الرياضي؟ أحسنت يطلق عليها وادا أو WADA تم بحمد الله أمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنع